من فترة قصيارة خدت قرار ان لو في قعدة انا مش مرتاحة فيها مش هعط فيها ولو في ناس بتحاول تخسرني اكيد هسعيدها لان اكتشفت مهما احاول ان انا مخسرش الناس دي بالعكس ده انا بقلل من نفسي كتير الافضل لي والاحسن ان ما بزلش مجهود مع حد ما يستهلش حتى لو مش هتلاقي جنبك غير واحد او اتنين يكفي جدا ان هما بيحبوك وبيحترموك وبيحبوا القعدة معاك والحكاوي معاك المجهود مع الاشخاص اللي مش حاسين بيك اصلا بيكون صعب جدا وطبعا الغربالة مهمة جدا في حياتنا كل فترة حاولي تصفي الناس اللي حوالين منك وتشوفي وتعودي مع نفسك كده وتتأكدي ان الاشخاص دي ملهاش اي لازمة في حياتك طلعيها من حياتك فورا ما تستنيش تهدري من وقتك وكمان من مجهودك على اشخاص ملهمش اي لازمة في حياتك لو انت شخص حاسس ان علاقاتك كلها ممتازة يعني جرانك وقريبك وكل الناس اللي حوالين منك بيحبوك وعلى طول بيشكروا فيك فيأسفني ان انا اقولك انك شخص منافق يعني بتعامل كل شخص على حسب شخصيته فبالتالي انت اكيد بميت وش ما هو مستحيل كل اللي حوالين منك شخصيتهم بتنطبق معاك الشخص الطبيعي في ناس بيحبوك واكيد في ناس بتكرهوا وعايز رأيكم في الكومانتات عندك بنتك على وش جواز يبقى لازم تسمعك كلمتين دول اوعي تقعاديها في بيت العيلة مش عشان بيت العيلة وحش او علشان كل الرجالة اهليهم وحشة او علشان اي حاجة في دماغك دلوقتي لأ علشان حاجة واحدة بس لازم تسمعيها وتفهميها كويس جدا علشان كل بعيد حبيب تفاهماني كل بعيد حبيب تعالوا نتكلم شوية عن مرات الاخ الحرباية اهياني لو سابوني عليها ده انا كنت جبتها من شعرها مش ده الكلام اللي بتعودي انت واختك تقولي عليها تفكرتي مرة هي بقت حرباية ليه كانت دخلة عليكو عروسة زي الفل ونقوت عنكو وكلكو قلته وهي دي العريس طبعا وكمان اخواتو بصموا بالعشرة وقالوا يا دي يا بلاش بعد كده بقت حرباية ليه تعالي وانا اقولك بقت حرباية ليه لان كل فعل ليه رد فعل وهي كانت رد فعل اللي عميلك فيها اسمعيني للاخر عندك حمى ربنا يطول في عمرها يا رب حماتك دي تشيلها فوق راسك وتحطيها جوه عنيكي عاوزاك تدلعيها على قد ما تقدري سرحي لها شعرها وشوفي طلباتها وطول ما ربنا مديك الصحة اخدميها اوعي تستخسري فيها صحتك خالص طبعا وداين تداين زي ما هتعملي معاها مرات ابنك هتعمل معاكي كل الكلام ده جميل جدا وناس كتير جدا بتطبقوا بس الكلام اللي انا بقوله ده بينطبك على الحمى اللي بتكون في ظهرك من قبل ما تقولي اي بتحكم بينك وبنجوزك بالعدل جدا انتي غلطانة او هو غلطان بتقولي الحق ان شاء الله لو على رقبتها اللي بتعتبرك بجد بنتي ليها ومستحيل تكون قدامك حاجة ومن وراك حاجة قدامك زي من وراك بتحترمك في وجودك وفي غيابك طبعا اكيد زي ما انتي كمان بتحترميها ونفترض ان انتي عملت كل حاجة حلوة وما لقتيش غير عكس كده تماما خدي النصيحة دي مني ويا ريت تطبقيها حماتك هي الشخص الوحيد اللي ماينفعش تقف قصدها حتى مهما عملت فيك ماينفعش تقولي لها بيم اولا لاني احترامت ليها من احترامت لجوزك اما ثانيا انتي بتكوني قدعي لها فبينفعش تقف قدامها خالص الحل الوحيد ليك ان انتي تاخدي جنب بكل هدوء وتكوني في حالك افضل شيء ليكي معقول هو وصل بيا لحال ان انا احكي مشاكل الشخصية اللي بتحصل في بيتي ومع عيالي ومع جوزي للناس في الشارع لا مستحيل اللي انا بعمله ده غلط جدا بعد كده هخلي بالي جدا من نفسي وهمسك لساني ومستحيل احكي اي حاجة تخصني لاي صاحبة او جارة او اي شخص تجمعني بي اي مقابلة سواء بقى باشتدي حاجة او واقفة على الفرن او في السوق يا لهوي ده انا كده كل اخباري واسراري عند الناس كلها انت من الناس دي مش بتقدري تمسك لسانك في اي موقف ممكن يعدي عليكي ومطلع كل اللي جواكي للقريب وكمان الغريب ويا حبيبتي بعد ما بتخلصي كلام بتعودي بينك وبين نفسك تقول يا ريت اللي جرى مكان انا ازاي بعمل كده مش معقول تكون اللي بتتكلم دي اي انا ده غيرت دي او الخنقة اللي بتحس بيها بعد كل موقف بتطلعي فيه كل اللي جواكي احنا دلوقتي مش بنتكلم على واحدة رغاية او لكاكة ده مش بيعيك كمان تلاقيها في بيتها ما بتتكلمش خالص وكمان كلامها قليل جدا احنا دلوقتي بنتكلم عن واحدة قسط كتير في حياتها وتظلمت كتير فبتحاول تبرر لكل حد تقبله او تقف معاه اي موقف او مشكلة عدت او مرت بيها اوعي تومي نفسك عن اللي بيحصل معاكي ده بيكون غصبا عنك خالص بس طبعا الطبع ده سيء جدا وللاسف محدش هيقدر يغيرك او ينقذك من اللي انت فيه ده غير نفسك لاني يعتبر كل مشكلتك انك ما عندكيش ثقة بنفسك كفاية ربنا اللي خلقك قرمك عن جميع الكائنات الحية اللي موجودة على الارض فانتي اجمل واحلى حاجة ربنا خلقها اوعي تبرري بعد كده اي موقف تعدي بيه لاي مخلوق خلق ربنا وحاولي في اي موقف انت حسن انت مظلومة فيه تاخدي حقك وهو تسكتي عن حقك مهما كان بالعقل وبالهدوء وما ترقميش اي حاجة جواكي لازم تطلعي كل اللي جواكي بالطريقة دي مشكلتك هتتحل بكل سهولة جربي اللي بقولك عليه ده مش هتندمي